تعالوا نهاردة اكلمكم عن موضوع الحلقة القوي جدا جدا وهو اللايبو سيكس او اشهر مكمل غذائي موجود في العالم واشهر حرق دهون وخطير جدا في نزول الوزن وخاصة بيبان ان هو بينزل الوزن في وقت قليل وبشكل كبير جدا يلا اكلمكم عن كل حاجة بخصوص اللايبو سيكس اهلا وسهلا بكم يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال لو انت جديد في القناة تنساش تعمل الاشتراك علشان توصل لك كل الفيديوهات الطبية واسيب لي اي سؤال تحت الفيديو انا هجاوب عليه بس لأسف رجع تاني مشكلة الاشعارات وناس كتير جدا مش بيتوصل لها الفيديوهات علشان كده خلينا نعمل لايك للفيديو ونوصل للفيديو ل5000 لايك علشان غيرنا يقدر يشوفوا وفي نفس الوقت لو انت عامل اشتراك للقناة وانفعل علامة الجرس ده مش كفاية لازم تدوس عليها لغاية لما يظهر خطين فوق علامة الجرس علشان توصل لك كل النيوتيفيكيشن او كل الاشعارات اللي حتيجي مني لما اعمل اي فيديو طيب قصة اللايبو سيكس دي جات ازاي وتصنع ازاي وايه الشركة المصنعة عليها عشان نعرف كل حاجة عنه شركة نيوتريكس الامريكية للمكاملات القذائية هي اللي عملت اللايبو سيكس سنة 2004 لكن الحقيقة هم مكنوش متوقعين النجاح الباهر ليه لانه في 2005 و2006 و2007 فاز بجائزة افضل حارق دهون على مستوى العالم ويعتبر لثلاث سنوات متتالية وبالتالي بقى من اشهر المكملات الغذائية اللي بتستخدم في حارق الدهون على مستوى العالم كله نيجي بقى لمكونات اللايبو سيكس اللايبو سيكس بيحتوي على مواد كتير جدا من اهمها اهم اربع مواد بيساعده في التخصيص وحارق الدهون اول حاجة الكافيين وتقريبا الكافيين بيبقى تركيزه عالي جدا بيوصل لمتين ميلي جرام والكافيين بيعمل على ان هو يزود معدلات الطاقة ويزود التركيز وفي نفس الوقت بيزود معدل حارق الدهون بشكل كبير جدا تاني حاجة مهمة جدا وهي البيوبرين والبيوبرين دي مادة مستخلصة من الفلفل الاسود طيب المادة دي بتعمل ايه؟ بتساعد على امتصاص المكملات الغذائية والطعام بشكل اكبر بكتير جدا من الامعاء وبالتالي بتحافظ على الجسم من زيادة نسبة الشخون فيه مادة تانية مهمة جدا اسمها الجاجل سيرون والجاجل سيرون بتزود جدا وبترفع معدل حارق الدهون وفي نفس الوقت بتقلل نسبة الكوليسترول رابع حاجة مهمة جدا مادة اسمها اليوهمبي واليوهمبي مستخلص من نبات بنفس الاسم وبيساعد على توسيع الاوعية الدموية علشان يوصل الغذاء بشكل اكبر للعضلات وتستفاد منه وبالتالي فهو بيساعد في رفع معدل حارق الدهون بشكل ممتاز جدا طيب ايه هي بقى انواع اللايبو 6 او ايه اشهر انواع اللايبو 6 طبعا اللايبو 6 في منه انواع كتير جدا بس انا يهمني النهاردة نوعين هتكلم عنهم ودول اللي هما بيستخدموا في مجال التخصيص ومشهورين يعني بشكل كبير جدا اول حاجة عندنا اللايبو 6 بلاك او اللايبو 6 اللي هتلاقيه اسمه اولترا كونسنتريت ده موجود هتلاقيه في الصيدليات الكبيرة وتكلمت عنه في فيديو قبل كده هتلاقيه مثلا في سيف العزبي اي صيدلية كبيرة او اي سلسلة كبيرة هتلاقيه موجود فيها المفروض ان سعره يكون من 600 ل 650 جنيه لكن طبعا عشان هو صنفه مستورة فبتتراوح اسعاره من 600 ل700 جنيه عبارة عن علبة فيها 60 كبسول وممتازة جدا خلوا بالكم المهمة قوي ان الكبسولات اللايبو 6 بتحتوي على مادة سائلة مش زي اي كبسولة لو فضيتها تلاقيها فيها بودرة لا اللايبو 6 الكبسولات بتاعته اصلا سيلة فعلشان كده ناس كتير بتعرف اذا كان مخشوش او مش مخشوش من موضوع الكبسولات سواء كان سيلة او سواء كان فيها بودرة فيعتبر ده اللايبو 6 مشهور جدا وخاصة طبعا ده بتاع الرجال لاني دلوقتي هكلمكم عن اللايبو 6 للسيدات خلوا بالكم الاحمر للرجال الاخضر للسيدات واسمه لايبو 6 فور هير او لايبو 6 هير ده موجود برضو طيب ايه قصد لايبو 6 فور هير طبعا انا كان ممكن استخدم ده عادي والشركة ليه عملت ده طبعا ده كويس ليه الشركة عملت ده لاني الستات عندهم بشكل كبير في معدل تكوين دهون بشكل اسرع وبالتالي فانهم عملوا تعديل على اللايبو 6 الاحمر العادي وحطوا مادة اسمها سايوبرومين ضفوها لللايبو 6 فبقى لايبو 6 فور هير والمادة دي بتساعد على زيادة رفع معدل حرق دهون لانه طبعا لقوا انه السيدات نسبة تكوين الدهون عندها بيبقى اسرع من الرجال طيب تعالوا قولكم على فوايد اللايبو 6 او ايه الحاجات يعني اللي بتلاحظها اول ما بتبدأ تستخدمه اول حاجة ان هو بيرفع معدلات حرق الدهون بشكل كبير جدا وبيساعد على نزول للوزن في وقت قياسي او في وقت اقل شوية بالمقارنة لو انت استخدمت اي حاجة تانية تاني حاجة مهمة جدا ان هو بيرفع معدلات الطاقة خاصة للناس اللي هي بتلعب رياضة بشكل كبير ده بيبقى مفيد جدا ليهم وعلشان كده عمتا لو انت عايز نتيجة كويسة اوي مع اللايبو 6 لازم تعمل رياضة او تبزل مجهود علشان تشوف نتيجة افضل بكتير من انك لو استخدمت واحده من غير اي بازل مجهود بدني حاجة تاني بقى رائعة وممتازة في موضوع اللايبو 6 ان هو بيحافظ على العضلات ومش بيجهدها لكن بالعكس ان هو بيساعد على تقويتها بشكل كبير وعلشان كده يعتبر من المواد الممتازة لان معظم الادوية التانية او معظم الحاجات بتؤدي الى وهن او ضعف في العضلات لكن المكمل ده بيساعد على تقويت العضلات بشكل ملحوظ جدا مع الوقت رابع حاجة للناس اللي بتشتكي من الشهية المفتوحة طول الوقت وانها عايزة حاجة تسد الشهية فهو بيقلل الشهية بشكل ملحوظ وبيسد النفس على مدار اليوم كله خلال استخدامه طيب ايه هي بقى اضرار اللايبو 6 او ايه الحاجات اللي ممكن تلاحظها ويعني تضايقك او تحس انها يعني مش كويسة بالنسبالك او مش مرغوب فيها اول حاجة لان فيه نسبة كافاين عالية جدا فهو ممكن يساعد على رفع معدلات التوتر والقلق والانك ما تعرفش تنام ده كله طبعا بيبقى بالسبب زيادة نسبة الكافاين الموجودة في اللايبو 6 تاني حاجة انه هو بيرفع معدل ضربات القلب عن الطبيعي وعلشان كده فانك في الفترة اولية تستخدم فيها اللايبو 6 هتحس طول الوقت ان عندك ضربات قلب سريعة شوية خاصة او اليومين طيب ايه هي الجرعة بتاعت اللايبو 6 المفروض تاخد قرس قبل الفطار بنص ساعة مع كوبايتين مية وتبدأ على طول بعدها بنص ساعة الفطار انا بفضل الجرعة دي يعني بفضل يكون كابسول واحد في اليوم واصلا يعني هو يعتبر فيه نسبة كافاين عالية فكفاية جدا كابسول واحد في اليوم لكن فيه ناس بتحب تستخدم كابسولتين في اليوم فلو انت بتستخدم كابسولتين في اليوم يبقى برضو كابسول قبل الفطار بنص ساعة والكابسول التاني مثلا هيبقى بعدها على الاقل بالست ساعات ويبقى برضو كابسول قبل الاكل بنص ساعة لو انت عايز تاخد كابسولتين عندك يبقى الاختيار متاح ياما تاخد كابسولة في اليوم ياما تاخد كابسولتين في اليوم لكن ابدا ما تزودش عن كابسولتين في اليوم لان دي هتبقى نسبة كافاين عالية جدا 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 ممكن تبقى مضرة فكفاية قوي من كابسول او كابسولتين على حسب من انت محتاج تستخدمه طيب ايه التحذيرات بتاعت اللايبو 6 اول حاجة ماينفعش استخدمه لو انا اقل من 18 سنة تاني حاجة ماينفعش تستخدمه طبعا الحامل او اللي بتردع ماينفعش يستخدمه واحد كان عنده مريض يعني ضغط او بيعاني من موضوع الضغط ماينفعش برضو يستخدمه تاني حاجة برضو لو حد عنده مرض في القلب مش هينفع يستخدم اللايبو 6 وحيبقى ضر جدا بالنسبة له حاجة تاني انه هو ماينفعش استخدمه واشرب منبهاتي العادية في اليوم اللي هي الشاي والقهوة والكابسول ولانه هو اصلا فيه نسبة كافاين فانت مش محتاج معاه تاخد اي حاجة تاني من قصة المنبهات فاسناء ما تاخد اللايبو 6 حاول توقف كل المنبهات اللي انت بتاخدها علشان ما يكونش فيه اي ضرر حاجة تاني انه المفروض لانه هو منبه بشكل عالي جدا فلو انت حستخدم قرسين في اليوم القرس التاني يبقى قبل النوم على الاقل في 6 ساعات لانك لو اخدته مثلا قبل العشا ده حيخليك ما تعرفش تنام الليل كله وحيسبب لك ارق شديد طيب امتى اوقف خالص اللايبو 6 او امتى ما استخدمش اللايبو 6 او امتى احس ان انا في خطر ولازم اوقفه فورا اول حاجة لو حسيت بقلم في الصدر لاني القلم في الصدر ده ممكن يشير لانه فيه مشكلة في القلب وعشان كده لازم توقفه تاني حاجة لو انت حسيت بارتفاع في الضغط الدم او ضغطك علي برضو توقفه على طول تالت حاجة لو فيه عندك اسهال او براس دموي برضو توقفه لانه حيبقى يعني كده فيه خطورة عليك واخيرا لو كان فيه مغس شديد لا يطاق يبقى برضو الدواء ده بيزيك وما ينفعش تستخدمه وعشان كده خب بالك هو صح يعني يعتبر من اشهر واقوى الادوية الحرقة للدهون على مستوى العالم لكن لو سبب لك اي مشكلة من المشاكل دي يبقى توقفه على طول لانه هو طبعا كل ادوية لها يعني الحاجات الإجابية بتاعتها وليها عيوبها علشان كده لو حصل اي عيب من العيوب دي توقفه فورا وتحافظ على صحتك اتمنى اكون قدرت اقدم لكم معلومات مفيدة بخصوص اللايبو 6 لانه هو دواء ممتاز جدا ومشهور ومشهور ومتسقل عنه طول الوقت علشان كده حاولت اجمع لكم كل حاجة بخصوصه عشان تبقى الصورة واضحة بالنسبالكم ارجوكم لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع صحابكم ما تنسوش ادعمونا باللايك وسبسكرايب وشاركو الفيديو واشوفكم في احسن صحة واحسن حال اشوفكم في الحلقة الجديدة مع معلومة مفيدة باي باي